فكرة كل حاجة ليها تمن كل وضع ليه تمن كسارة وليه تمن مكسل أنا عم بقبرة مش وعم بزبرة أنا عم بقوة مش عم بضعف أنا دلوقتي بابني شيرين جديدة شيرين اللي مش مستعمارة اسمها ايه محتلال أنا مش محتلة مفاجأة جديدة اعلنت عنها الفنانة شيرين عبدالوهاب وده بعد الانباء المنتشرة عن انفصالها عن الفنان حسام حبيب حيث قررت انهاء حالة الجدل دي ومن خلال اتصال هاتفي مع الاعلامية اللبنانية نضال الأحمدي أكدت النجمة شيرين عبدالوهاب خبر انفصالها عن زوجها الفنان حسام حبيب بعض انتشار اخبار طلقهم وقالت شيرين عبدالوهاب للإعلامية نضال الأحمدي أنا الآن فري ولكن حسام حبيب كان بيغير علي جدا ولكني الآن استمتع بحياة الحرية ولا أندم على مضاع مني أو فاتني فأنا أبني شيرين جديدة غير محتلة أو مستعبدة وقالت شيرين كل وجع لي تمن وكل اخسارة ولها تمن أنا دلوقتي بابني شيرين جديدة ودلوقتي مش مستعبدة وعمري ما هقبل اني أكون كده تاني وقالت شيرين أنا هرجع تاني من جديد من دلوقتي وجهز لأي حاجة ولا يوجد ما يعطلني مرة أخرى توجهت شيرين عبدالوهاب بالشكر إلى نضال قائلة بتجبي لي حقي وبتكلم معاكي كلام مش بقوله مع الدكتور الخاص بي الطبيب النفسي زي النسا زي البطنة زي الجلدية على فكرة اللي مش بيعترف أنه محتاج دكتور نفسي بيكون جاهل ومش فاهم مقداره ايه في الدنيا لأن الإنسان بيتأثر لازم حد يلجمه زي الحصان وأنا عندي دكاترة مش دكتور وعندي دكتور مصري وحلو جدا وعلى خلفية الأزمة دي قررت هنا ابنة المطربة شيرين عبدالوهاب المشاركة في إصارة الجدل وده لما وجهت رسالة غمضة لشخص يبدأ اسمه بحرف الحا في فيديو جديد اقطع منه صورة داولها مستخدمي منصات السوشيال ميديا المختلفة وسرعان ما أثارت الصورة اللي ظهرت فيها ابنة شيرين عبدالوهاب الكثير من التساؤلات حيث أضفت أغنية ايهيت يو على الفيديو لتوجه رسالة غمضة قالت فيها إلى الشخص الذي يبدأ اسمه بحرف الـ H ليربط عدد كبير من مستخدمي منصات السوشيال ميديا رسالتها الغمضة إلى المطرب حسام حبيب تزامناً مع أنباء انفصاله عن والدتها